أدنى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان وبشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة تمركز أمنية في شمال سيناء أكد وزير الخارجية الإماراتي أن بلاده تعرب عن استنكارها الشديد لهذا العمل الإرهابي كما أعرب أيضا عن رفضه الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية وجدد وزير الخارجية الإماراتي موقف بلاده الثابت وتضامنها مع مصر في التصدي للإرهابيين وفي تأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من هذه الهجمة الآثمة